في الميديا المختلف خلينا نروح لتهريقة الرئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي كان حريص طبعا على تهنئة النادي الاهلي زي ما بيكون دايما حريص على تهنئة أي منظومة أو أي على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي بتحقق نجاح بيرفع من شأن وإسم مصر وعالم مصر على المتحدث الرسمي طبعا لرئاسة الجمهورية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كان فيه منشور الحقيقة قال فيه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ النادي الاهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحديثة عشر أضاف أثنى الرئيس على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز فيما أعرى بالرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات